أكد مصدر أمني في كاركوه جاهزية شرطة الحويجة والنواحية التابعة لها للمشاركة باستعادة مناطق جنوبية المحافظة وغربها ومسك الأرض فيها هذا وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية قد بدأت بتسليح نحو ألف مقاتل بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والآليات وتجهيزة اللازمة لتأمين إشراكها بعملية استعادة القضاء عدا معركة الحويجة أنها عنوان للانتصار والوحدة بين تشكيلات القوة الأمنية بما يعزز وحدة أهالي كاركوك